لا تخالط أسرتها في رؤية الأفلام والمسلسلات والكلام ثم رأوا شيئا غريبا عليها أنها بدأت تقرأ كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى مع الاعتزال فظنت الأسرة أن البنت تكفر الأسرة فالمعد البرنامج ضئد ببرس هذا قال وحيث أن احنا مش علماء دين فأفضل حاجة ندي العيش لخبازه فاتصلنا بفضيلة المفتي الدكتور محايد سيد تنطاوي لنسأله عن هذه المشكلة فجاء جواب الشيخ كما يلي الذي أحفظه ولا أنساه واقعتان أو فقرتان في هذا الرد الكامل أول عبارة قالها شيخ الأزهر قالها المفتي آنذاك قال إن النقاب ليس من الإسلام في شيء دي أول عبارة قالها المفتي آنذاك اللواء الدكتور محايد سيد تنطاوي الشيخ الأزهر الآن ثم ذكر ليدلل على أن النقاب عادة قال أنا كنت في الجزائر وحضرت في البرلمان الجزائري مرة وإذا بنا ونحن رجال بنا منتقبات فسألت الجماعة للنساء دول إيه اللي أعطفوا في وسط رجالة قالوا هؤلاء لسنا نساء هؤلاء رجال لكنهم من قبيلة معينة في الجزائر تلبس النقاب من أسرة من قبيلة معايدة في الجزائر تلبس النقاب فقال هذا يدل على أن النقاب عادة في بعض البلاد زي الجزائر وغيره فهذا يدل على أن النقاب عادة طبعا أنا أول ما سمعت هذا الكلام ضربت كفا بكف وقلبت كفاي عجبا العجب ليس راجعا إلى أنني أعلم أن هذا مضاد لكل ما هو مذكور في كتب الفقه والتفسير والحديث لكن العجب أنني كنت قرأته ضد هذا الكلام في تفسير الدكتور محمد سيد طنطاوي الذي كتبه أيام كان أستاذا للتفسير في جامعة الأزهر ولأن التفسير بعد عني يعني ما أدري أحد أخذ مني استعارة أو كده فطلبت أمس من أحد إخواننا أن يقرأ علي كلام الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الآن عن هذه المسألة وإذا في الآية سبحان الله الورقة يعني أنا لعل أخشى أن أكون نسيتها حتى أقرأها بنصها على أي حال طبعا ورقة أنا أبدو أن أنا سيتها على المكتب لكنني سأقول لكم ما ذكره لأنني أكاد أحفظه بالنص بعد ما ذكر فضيلة الدكتور في تفسيره في سورة الأحزاب وهذا الجزء مقرر على الثانوية الأزهرية السنادي اللي عايز يرجع لهذا الكلام إذا كان عنده ابن في سنوية الأزهرية أو في تانية سنوية أزهرية المهم هو مقرر على أحد في سورة السنادي الأزهرية تفسير سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين ذكر الدكتور محمد سيد طنطاوي كلام للألوسي في سبب نزول هذه الآية وإن الفساق كنا تعرضنا للنساء فإذا قيل كيف تتعرض للمرأة يقول ظننتها أما فأمرت النساء الحرائر أن يلبسن النقاب حتى يتميزن عن الإماء وبعد ما ذكر هذا الكلام قال ومعنى ذلك أن الآية تشير إلى ارتداء المرأة للجلباب والجلباب هو أن تستر جميع بدنها من رأسها إلى قدمها هذا كلام الدكتور محمد سيد طنطاوي في تفسير الآية وفي التعقيب على كلام الألوسي ثم ذكر كلاما لأبي حيان في البحر المحيط وقال أبو حيان في هذا الكلام أن الآية عامة تشمل النساء الحرائر وتشمل الإماء أيضا وليس هناك دليل صحيح يخرج الإماء من عموم الآية من عموم قوله تعالى ونساء المؤمنين فعقب الدكتور محمد سيد طنطاوي على كلام أبي حيان هذا وقال ويبدو أن قول أبي حيان هو الذي يتجه القول إليه وأن المرأة كالحرة تستر بدنها بالكامل بالكامل من رأسها إلى أخمص قدمها فما عدا عما بدى ما الذي جرى وهذا كلام الدكتور بقلمه في التفسير الذي كتبه وأستطيع أي إنسان أن يذهب إلى التفسير كما قلت لكم ويقرأ كلام الدكتور شيخ الأزهر في هذه المسألة فقول شيخ الأزهر أنه عاد وليس عبادة أو أنه ليس من الدين في شيء أنا سمعته منه أكثر من مرة كما قلت أول مرة سمعتها منه لما كان مفتيا قبل أن يكون شيخ الأزهر فبدأ بقى الذين يتحينون الهجوم على الأزهر بدأ يتكلم عن الجانب التربوي والجانب النفسي الذي أهدره شيخ الأزهر في الكلام مع البنت وبدأوا يعلموا شيخ الأزهر طريقة الحوار وكيف يتكلم وكيف يربي البنات وطبعا أنا كما قلت لكم كثير من هؤلاء الذين تكلموا سواء في الجرد أو المجلات أنا أعرف هويتهم وأعرف أنهم يعادون النقابة معاداتا شديدة للغاية لكن هي جد فرصة أنه يتمعلم ويعلم شيخ الأزهر اللي المفترض أن نستقي منه الفضيلة وأن نستقي منه حسن الأخلاق والكلام ده لكن بكل أسف شيخ الأزهر بيستفز وإذا استفز يعبر بتعبيرات ما كنت أتمنى له أن يقع فيها أولا خصومه يصفهم بأنهم سفهاء يقول أنا لا أرد على السفهاء وقد يكون في خصومه علماء أجلاء وفضلاء الحاجة التانية أنه إذا لم يعجبه شيء يقول هو أحقر وأتفه من أن أرد عليه وقد كرر هذه المسألة عدة مرات أنا سمعتها بنفسي وعند الإسطوانات صوت وصورة لهذا الكلام وقد قال هذا الكلام في البرنامج اللي هو عمل مع مذيعة في الفضائيات من حوالي أربعة أيام وهذا الذي سأقوله ليس كلامي بكل أسف وإن كنت أقول به ولكن أنا أنقل ما يقول الناس المذيعة التي سجلت معه الحوار مذيعة سافرة بمعنى شعرها مكشوف وأحدث تسريحة وجزء من رقبتها مكشوف وهي تحاول شيخ الأزهر يقول الجمهور والعوام أما كان هناك رجل يحاول شيخ الأزهر؟ أو على الأقل وحدة محجبة؟ لما يكون أكبر رأس عندنا وهو المنوط به أن يحفظ دين الله سبحانه وتعالى وأن يقاتل عنه حتى يموت لأنه مهمته الرسمية والتي يتقاضى عنها أجرا من الدولة فضلا عن الأجر الأخروي الذي هو يعرفه طبعا فلما يكون واحدة متبرجة كشف شعرها وجزء من صدرها وهو يدرس أمامها وعمل يكلمها وفي آخر المحاورة قالت له أسفى فضلت الشيخ أو يا مولانا أو يا سيدنا الكلمة اللي قالتها إذا كانت عباراتي قوية ومباشرة قال لها أبدا والله يا بنتي أنت إنسانة فاضلة وأنا باحترمك مع قطع النظر أنا المذيعة ليست في حسابي ولا أتكلم عنها لكن لما شيخ الأزهر يقول لها وهي بهذا المنظر أنت إنسانة فاضلة وأنا باحترمك مع هذا المنظر العوام كلهم اللي بيكلموني في التليفونات بمئات المكالمات يوميا يعلقون على هذا أنا لا أجد ما أقوله لأن كان المفترض أن الشيخ لا أدري أحاوله هو رجل البلد لم تخلو من رجال عشان حتى يبقى فيه نعمة المصداقية فقال الناس يأتي على بنت منتقبة تحمل الشعار العفة ويقول لها أن أعلم منك ومن أبوكي ويأتي على المتبرجة ويقول لها أنت إنسانة فاضلة وأنا باحترمك ده هذا شيء عامل نوع من اللوثة عند العوام وأنا يؤسفني أن تكون المؤسسة الرسمية في هذا الموقف وأنا على فكرة أنا كل أولادي في الأزهر كل أولادي من أول ولد إلى أصغر ولد في الأزهر بس عشان ما فيش حد يتصور أن أنا بأهاجم الأزهر والكلام ده كلام الذي ينسوا إلينا ودائما